هاي وتحية صباحية لكل المشاهدين يلي عم بيتيبعوا ام تيفي اي لايف لليوم نهار جديد وأكيد هيدول اليومين كلها احتفالات بكل المناطق اللبنانية بيعيد السيدة منصلي للعدرة أنه تكون عم تحمي لبنان عم تخلصوا من كل أزاماته ويكون عن جد هالفرحة وهالاحتفالات وهالأجواء كلها الموجودة بكل الديع تكون بالفعل نص الصيفية مباركة وتكون كلها فرح وسعادة بحلقتنا لليوم رح نتابع مع فقريت إيت سمارت مع اختصاصية تغذية رندفهد صباح الخير صباح النور لورا اليوم نهار الأربعة كمان عنا خبرية بدنا نحكي عنا عن مخزون السكري اليوم رح نحكي مصبوط وبدنا موضوعنا هو النشويات بالخضرة مصبوط وقتنا نحكي نشويات يعني كمان بدنا نحكي عن مريض السكري ممسق بهيك مجموعين مع بعضهم ممبلش مع السكري على الأكيد بدي إذا كلمشهدين كنوا فيهم تابعوني على الإنستغرام رنددون يا فهد أو على الفيسبوك بيج RDF تحطوا لايك وبتابعوني في كتير أسئلة لورا وصلتنا هالأسبوع ما قدرت جاوب عليهم كلهم بس بعدكم دحجة وبعليهم وديما في سؤال بنائي وبجاوب علي نهار التانين على الهواء اليوم طبعا نحنا مريض قبل ما يصير مريض السكري مش ضرور يكون هو مريض سكري ولكن هونين عملت دراسة وعلاقة مخزون السكر بمرض الألزايمير هلا بهالدراسة أخذوا أشخاص أني كانوا بعمر الـ 65 وما فوق وهالدراسة كانت على أكتر من ثلاثمية وأربعة وسبين ألف شخص يعني دراسة تتير كبيرة ودراسة طويلة من 2002 للـ 2018 دايما لو روعتها يكون دراسات على مدى طويل على أشخاص كتر هون أكتر بيكون يعني المصدقية تابعولها أما هي النتائج تابعولها أكيد بيكون أقوى هلا بخلال هيدا الوقت كانوا عم ياخدوا عدة أشخاص وكانوا عم يشوفوا لكن بهالأشخاص قدش هو مخزون السكر عندهم وتبين أنه مخزون السكر اللي هو بيكون الرينج المصبوط اللي هو على الـ 5.7 وقته يطلع أكتر الـ 5.7 إلى الـ 6.4 هون صرنا بري دايبيتز فوق الـ 6.4 صرنا بمنطقة السكري وقته كان هو بالرينج لكن هون ما كان عنا أما مشكلة أنه الأشخاص يصبح معهم ألزايمير كانت قليلة ولكن وقته هو طلع عن الرينج غير عن هول أرقام اللي نحنا حكيناها ساعته كانوا الأشخاص كتير أكتر معرضين لأسير معهم مشكلة الألزايمير هلا هون الـ 0 أكتر مش إنه اللي صار معه اللي كان مخزونه أكتر كمان اللي مخزونه أقل فإذا وقته يكون عنده المخزون هو مثلا أقل من 5% يعني هون أشخاص بخلال 3 شور عم يصير عندهم بخلال هالوقت عم يقشط السكر عندهم ويصير عندهم هايبوغليسيميا أكتر من مرة فالناس اللي عالطول هم يصير عندهم هايبوغليسيميا وكمان هن ما عم بعالجوها ما عم يعرفوا ليه ما عم يعرفوا شو عم يععملوا فيها كمان هون هن اشخاص معرضين ليصير معهم مشكلة الألزايمير أكتر من غيرهم بس هون نحن عم نحكي عن الألزهايمر وعم بيكون تشخيص ألزهايمر ولا عم بيكون مشاكل إدراكية بالدماغ لا هون أكيد تشخيص ألزهايمر للدرجة عم بيكون جدية الألزهايمر وما تنسي لورة هون الدراسة عملت من عمر 65 وما فوق وشو في كم سنة يعني الأشخاص كانوا وصلوا بعمر كمان كانوا أكتر عرضة ليصير معهم مرض الألزهايمر وأكيد شايفوا أنه في أشخاص صارت معهم وشو هي النسبة اللي صارت وليش هول الأشخاص صار معهم هيك وشايفوا أنه بالحقيقة أكتر كان عم يصير معهم مشكلة الهايبوغليسيميا عم يوطى كتير السكر معهم بيكون بدون ما هنه يعملوا له شي فنحن أوقات مش كتير نمبسط أنه ما بدنا السكر يعني بس أنه بدنا ييوطى دايما كل شي هو الاعتدال وكل شي الرينج المضبوط حتى بمخزون السكر طبعا بدنا نحكي عن نشويات الخضرة وقت نقول نشويات الخضرة شو منعني؟ هلأ نحن لورا الخضرة بكل أحوال بدأت تقصف عندك الخضرة النشوية وخضرة غير نشوية كل شي هو وراء اللي هو خس وبقلي ورقة هذي خضرة غير نشوية أصلا وقت نحكي نحن على البروكولي وقت نحكي على الأرنبيت وقت نحكي على الأيك بلانت أما البتنجين هذي كمان خضرة هي غير نشوية برجع بحكي أكتر على الخضرة النشوية وقت أقول البطاطا وقت أقول الدرة وقت أقول كل أنواع البطاطا حتى البطاطا الحلوة واليام هلأ هوني بدو يجي عندي شي اللي كمان مشاهدين كتير بهمون أمره اللي هو بالنص اللي هي وقت أحكي عن الشمندر وقت أحكي عن الأرض الشوكي كمان رح يحكي هوني على الجسر بكل الأحوال نحن دايما مننصح بتونيول الخضار الخضار بتحتوي على كتير فيتامينز على كتير من المعادن نحن الخضرة هي أكتر مصدر للبوتاسيوم اللي هو كتير منيح كلمة للضغط اللي هو كتير منيح كمان إذا ما عنا مشاكل بالكلوة بالعكس هو كتير منيح للكلة كمان مثل ما بنعرف في الفيتامين سي أكتر شي بناخده نحن من الخضار وبنفس الوقت هوني الماكنيزيوم كمان موجود بالخضرة وما بنتنا ننسى كمان أنه الخضرة هي مصادر للأليف والبريبيوتكس فهوني ومصادر لموانع التأكسل إذا الخضرة بالإشمال هي كتير منيحة فيجو أشخاص بيقولولي أنه نحن عم ناكل خضرة سؤالين يجي أول سؤال أنه أنا هل في كتير كتير أكتر من الحصص اللي هي مطلوبة بنرجع على نفس الموضوع أنه وقتا ناكل أعدادة اللي هي كتير كبيرة للشخص اللي بيقضي كل نهاره عم يأكل كتير خضرة وأنا صدقوني من وراء خبرتني عندي أشخاص بيها بتروأ وتبولي فوقتا نحن نبلش بالخضرة ونهارنا خضرة أولا يمكن نكون نحن عم نقصر من تناول أكل تاني تانيا هيد الكترة بالأليف كمان معقولة كتير دايق الجسم فكل شي هو باعتداء هلا لا روح نحكي شوي على الخضرة النشوية لأنه اليوم هو موضوعي فوقتا نحكي على الخضرة النشوية يعني نحن بكل حصة والحصة هون هي نص كوب اللي عم نحكي عليه مطبوخ فعندك نص كوب اللي هو درق مثلا أما النص كوب اللي هو الرس بطاطا صغير إجبانها بيبقوا بين 70 و90 جرام هولي هن رح يحتوى على تقريبا بين 12 و 15 جرام من النشوية طيب شو اللي بيحتوى 15 جرام من النشوية هي أبعال صغيرة اللي هي 30 جرام من القمح الكامل أوكي أما الخبزة عم بيكون فإذا هون هي مظبوط تحتوي نشوية مثلا مثل الخبز تقريبا أو مثلا مثل كمية الرز اللي نحنا بنحكيه على 30 جرام اللي هو بيكون الرز الني أو بيصير 60 جرام الرزو المطبوخ هلأ طيب لكن شو الفرق هوني؟ الفرق هوني أنه هاي دي الخضراء هي عندها low glycemic load يعني هي فيها الألياف مش نيك نحنا وقتا ناكلها غير عن أنك أنت عم تاكله الرزو الأبيض أما غير أنك عم تاكله الخبزة عم بحكي دايماً على الأشياء الصحية ما حكيت عن السكاكر ولا عن شي تاني لأنه هول الألياف اللي هي موجودين فيها طبعاً هن ما علوا الإنسولين بوقت كتير سريع يعني فإذا صار يدفع على الجسم على مهلو وهيدا الشي هو بي دايماً شي كتير منيح لا يكون عم يساعدنا نشبع ولا مريض السكري بنفس الوقت هلأ بالنحية تاني في شي بيقلبون هولي الخضرة النشوية بنقولها resistant starch فهي نشا ما بيهضم الجسم فبيروحوا على الأمعاء كل شي ما بيتهضم بروح على الأمعاء هيدا شغلة فيها تكون منيحة جيدة ليش لأنه هون صار عندي short chain fatty acid شو صار هون صار تبثل كأنه هي prebiotic وإجا هون صار البرو بيوتك بيجي وبتغزى عليها وساعتها زيد هو البكتيريا الجيدة تتخمر يعني بتتحول البكتيريا الجيدة هي بتتخمر وبتصير البكتيريا جيدة بتجي بتاكلها وهون بتتزياد لأنه هي عم تتغزى يعني هيدا الشي اللي بيصير كل مرة نحن نكون عم نتناول الخضرة النشوية خضرة النشوية مية بالمية فإذا هون بنشوف أنه هي إلى حسناتها ومش دائما نحن بننخاف من الإشي أما من كل البطاطا لأنه اللي عم يعمل دايت في الغياء المعتقد أنه هي بس بتنصح يعني ما بتفيد أبدا بالجسم ما ضبط هلا كمان اللي بدي أقوله أنه مثل البطاطا إذا نحن سلقناها ورجعنا بردناها هالريزيستنس ستارج بدل ما يكون عندنا هي 2 بالمية صار 5 بالمية فإذا زادت أكتر هيدا الشي وصار عندنا أكتر بروبياتيك بقلب الجسم وفيد أكتر مريض السكري فإذا هون عم تشوف أنه قديش هي حسناتها هلا بما أنه حكيتي على زيادة الوزن لورا برجع على موضوع اللي هو موضوع الكالوريز فإنحنا دايما هيدا الخضرة النشوية بناخد الحصة هي مثل ما قلنا دايما مسكوب مسلوق كمان إذا بتكون بالجرامات بين 70 و90 جرام اللي هو راس البطاطا اللي هو كتير صغير هيدا بيحتوها على 80 وحدة حرارية و80 وحدة حرارية هي منا شي كبير وشي هيكي مثلا أنت أكلت لنقول أكلنا قطعت الستيك وحدوا راس البطاطا صغير بالعكس كتير طيب وكتير هو مثل ما شفنا عم يفيد وعم يكمل غزائيا شو نحنا عم ناخد هلا لروح من هون وإذا أنا بدي أحكي حكينا أنه كمان هنا بيحتوها على أليف لحروح على الخضرة الورائية دايما الخضرة وقتها تكون ورائية أو الخضرة اللي فيها كتير ماء من أنا أعتبر أنه هي رح تكوني أليف أقل فهون بيصير عنا بالكوب مثلا لنقول عم نحكي خالص أو عم نحكي بقلي لنقول في عنا جرام ونص من الأليف عنديك الخضرة التانية رح تحتوي أكتر بين جرامين ونص لأربعة جرامات من الأليف كل ما بتشوفي فيها شوية نشا أكتر برجع هوني بروح من الخس فيهم نشا بالنسبة قليلة هوني في كتير كتير قليل نشا لحروح للأكتر اللي هو برجع على الشمندر واللي بروح لأكتر شوية اللي هو جزر والأكتر أكتر شوية اللي هو للشمندر والأرض الشوكي وقتها أحكي أنا على الجزر لكن كوب من الجزر هو بيحتوي على أربع جرامات من النشويات لكن تبهوا البطاطا كان عم نحكي فيها نص كوب احتوى على خمستاشر جرام نشويات هون الجزر احتوى الكوب منهم على أربع جرامات لستة من النشويات يعني أكيد الجزر في أقل نشا من البطاطا حتى لو هو أحلى بيرجع بيجي عندنا الأرض الشوكي والشمندر لأ وقتها نحكي نحن على كوب للشمندر اللي هو مسلوق ومقص أص رح يحتوي على خمستاشر جرام من النشا اللي هي حصة نشوية من قد نص كوب من البطاطا فإذا هو مش من قد البطاطا بيحتوي نشا بيحتوي من قد نصة هلأ نوع النشا شنهيك بتشوفه الطعم اللي هي الطعم اللي هي حلوة أكتر ولكن إذا رجعنا على مخزون السكر مخزون السكر بيشوف قديش كمية النشا اللي أنتو أكدتوها يعني بالنسبة لمريض السكر بيتعامل مع الخضرة النشاوية مثل ما بيتعامل مع حيالة نوع نشاوية تاني أكيد لا أكيد بيقدر يتناولها لأنه هي صحية أكتر وإذا عليه قارن رح يختار الخضرة النشاوية ولكن مظبوط اللي عم تقوليه مريض السكر لازم ينتبه قديش هو عم يكل من الخضرة النشاوية لازم يتكون موجودة من نظامه على الأكيد بس يمكن مش قدي الخضرة الورائية أو غير أنواع بده يكون عم يعدة الخضرة الورائية فيك تكون عم تخذيها مثل ما بقولوا أكوكو هم منها نهدى لانا حسب قديش النشاوية عم تاخذ فيها شكرا كتير لاندفهت بده لك نعاد عليك ومو كل سنة وأنت بخير وانت بخير وعلى شبه مشاهدينا مشاهدينا مناخد بريك ومنرح اشتركوا في القناة